اشتركوا في القناة اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقة تشغيل وان شاء الله طريقة مضمونة ورح تشتغل معك مليون في المئة وليس مئة في المئة مليون في المئة وتشتغل بجميع الشرائح سواء مثلا في جزائر تشتغل بجيزي موبيليس نجمة أوريدو ثم حتى بمصر تشتغل بأورنج وبأغلب أغلب الشركات الى كل كل الشبكات تشتغل مع هذه الطريقة لكن اخي تابع هذا الشرح من الاول حتى الاخير لتفهم الطريقة زيدة اولا يجب عليك ان تقوم بتحميل هذا التطبيق من الرابط اسفل هذا الفيديو ثم تقوم ايضا بتحميل هذه النسخة من يورفيدهم النسخة المهكرة ثم تابع الشرح الى الاخير لتفهم الطريقة زيدة اولا من بعد ما تقوم بتحميل هذه النسخة من الرابط اسفل هذا الفيديو قم بتفعيل خاصية الدوني موبيل ثم ادخل على هذا التطبيق فستقوم بالدخول الى هذا التطبيق يشتغل مجانا ثم تأتي الى هنا نتورك انفو ثم تضغط عليها هكذا الهدف من هذا هو ان نقوم باستخراج الدين اس الخاص بشريحتك من بعد ما تضغط على نتورك ستطلع لك هذه الاختيارات تقوم باستنساخ هذا الرقم الذي امام الدين اس توا ان تقوم باستنساخ دين اس رقم واحد او دين اس رقم اثنان واحد منهم راح يشتغل معك من بعد ما تقوم من بعد ما تقوم بالحصول على دين اس تضغط على كوبي من هنا تقوم باستنساخه هكذا ثم تعود وتقوم بالدخول الى تطبيق يور فريدون ثم تقوم بالدخول الى تطبيق يور فريدون ثم تأتي الى بارامتر ثم الى جينيغاليتي ثم تقوم بتفعيل هذا الخيار الاول بعد ذلك تضغط على غدو ثم تأتي الى كونكسيون تنتظر قليلا ثم تأتي الى هنا في اش تي تي بي تي سي بي تضغط هنا ثم تختار دين اس هنا تتركها 53 هنا ستزيد هذا الخيارين مفعالين تقوم بالغاء تفعيلهما ثم تأتي الى هنا هنا تكتب رقم 12 يعني رقم السيرفر تكتب الرقم 12 ثم هنا ستضغط نقطة فاصلة ثم هنا ستضغط اخي الكريم على هذا نقطة فاصلة هذه تضغط عليها هكذا ثم تقوم بالساق الدي ان اس الذي قمت باستنساقي هكذا ثم تذهب الى هنا الى الخيار التاني هكذا ثم هنا تضغط في كي تضغط على شوى تختار اما شوى واحد او اثنان او ثلاثة او اربعة او خمسة انت راح يشتغل معك واحد منهما انا راح اشتغل يعني راح استعمل رقم خمسة ثم هنا في كي تختار تكتب هذا الخيار ثم هنا تكتب اربعة وتسعون اكذا ثم تقوم بالرجوع ثم تضغط على دماغي ثم اوكي تنتظر في حين يتم مدهور المفتاح في الاعلى كما ترون الان ظهر معي المفتاح بعدما ظهر معك المفتاح ستواحد هنا ثم تضغط على هنا هنا من اجل انساء حساب في التطبع ثم تأتي الى نو تقوم بمسحه ثم نضع اي اسم مستخدم لا يهم قم باستنساخه هكذا ثم قم بوضعه في كلمة السر ثم قم بتغيير الامايل مثلا ستقوم بتغيير الامايل تضغط كولي ارو باسك بكا بوان روي يعني ايمايل روسي تقوم بالتعليم على الخيار الاول ثم الخيار الثاني ثم الخيار الثالث ثم تأتي الى شوز هنا تختار روسيا لانا نخترنا ايمايل روسي ليتم انساء الحساب بنجاح وبدون اي مشاكل نختار روسيا بعد ذلك نضغط كوريا لو كونت ثم ننتظر قليلا في حين يتم انشاء الحساب كما ترون الان تم انشاء الحساب نضغط كما ترون اصبحت الان free freedom نضغط اغطي هكذا ثم ننتظر اربع ساعات ننتظر اربع ساعات من بعد ما تمر اربع ساعات ستقوم انت بالدخول الى التطبيق من جديد ثم تضغط دماغي ثم تأتي الى هنا الى ثم تقوم بالدهاب الى هنا وتنتظر قليلا لحين يتم ظهور معك خيارات لكن لم تقوم بهذا الفعل الا بعد مرور اربع ساعات واكد لك بعد مرور اربع ساعات بعد ما ستقوم بعد ما تمر اربع ساعات ستأتي الى هنا اي سيء النوق ثم تقوم بالدخول هنا هكذا الآن لن الآن انا لن تشغل معي كما ترون اصبحت هنا free تقوم بالدغط عليها هكذا كما ترون لم يشغل معي لانها لم تمر اربع ساعات انت بعد ما تقوم بمرور اربع ساعات ستضغط هنا وستستفيد من ساعة من الانترنت مجانا بسرعة رهيبة بعد ما تنقضي ساعة ستعود مرة اخرى ثم تأتي الى ماجازة هكذا وتضغط مرة اخرى على الشوب هكذا ايضا بعد مرور ساعة يعطيك الحق في ثلاث ساعات يعني ثلاث مرات بعد ما تمر ثلاث ساعة تقوم بمسح بيانات تطبيق ثم اعادة ادخالها من جديد وهكذا ستستفيد من انترنت مجاني وسريع جدا اذا اعجبتك الحلقة او اعجبك الشرح لا تنسى الضغط على زر لايك وترك لي تعليق لان تعليق بمثابة تحفيز لي واشتراك في القناة والى اللقاء مع شرح اخر ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة